استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مدينة جينين في الضفة الغربية بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي برصاصة في الرأس تم على إثر نقلها إلى مستشفى ابن سينة حيث استشدت الزميلة شيرين أبو عاقلة أبدأ أبلش لكم من البداية اللي صار إنه إحنا من صباح اليوم انطلقنا لمخيم الجينين تواجدنا جميعا أمام دوار العودة كنت أنا وعلي السامودي ومجاهد السعدي وطاقم تلفزيون جزيرة وقتها إحنا قررنا إنه ما كان في مواجهات ما كان في أحداث ما كانش في مشهد فعليا فقررنا إنه نقترب من الجيش تبقى ما كان تواجد الجيش حتى نرصد الحدث يعني فوقفنا في منطقة بعيدة خلينا نحكي وقفنا في منطقة مكشوفة للجيش الاحتلال حتى يشوفنا قبل ما نتحرك يعني شافكم الجيش طبعا إحنا كنا مرتديين إزاي كنا لابسين الدروع ولابسين الخوذ كلها عاتنا بدون استثناء يعني وقفنا في منطقة مفتوحة أمام الجبات الجيش الاحتلال لمدة عشر دقائق عشان يشوفنا بعد عشر دقائق تقدمنا للأمام تحركنا للأمام جيش الاحتلال استنانا لحد ما وصلنا لمنطقة صعب نرجع منها وبدأ بيطلاق النار علينا حرفيا يعني كان ممكن لو بدوا يمنعنا من التقدم مثلا يطلق رصاص تحذيري على الأرض قبل وصولنا لهذه المنطقة لا هو انتظر خروجنا من المنطقة المفتوحة ووصلنا لمنطقة خلفنا جدار أمامنا القناصة والجبات والطرف الآخر أصلا ما كشوف صعب الوصول إله فجيش الاحتلال وصل خلانا نوصل لهذه المنطقة وبدأ بيطلاق النار زميلي مجاهد استعد قفز كان فيه شباك أو يعني اشي مرتفع قفز فصار يحكي لنا تعالين تعالين كنتوا مش رح أقدر مش عاني قدر النط يعني لأنه شوية مرتفع فضلت أنا وشيرين ظهري إلى أنا وياها للحيط وأمامنا القناصة أنا مش شايفي أنا الطخ بيجي علي وأنا مش شايفي من وين بيوصلنا يعني وضل مستمر يعني لما لما تصاوب علي شيرين صارت تصرخ علي تصاوب علي تصاوب وضل مكمل الطخ علي قدر يهرب على الجهة الثانية بس الجيش ضل مستمر في إطلاق النار علينا ضلت أنا وشيرين ظهرنا للحيط وجهنا مش عارفين يعني إحنا شايفين أنه في الشباب صاروا يهشنون له на قال القناصة على العمارة اللي هناك صرنا نتفرج أنه في قناصة يعني مش عارفين شو نعمل لفين حالنا إنا بدأت أتخبت. جيت ورا شجرة. شيرين يعني أنا بيني كنت بدي أحاول أمد إيدي أوصلها أمد أحركها يعني أهزها كان جيش الاحتلال بيطلق النار علينا أنا اللي منعوا من إطلاق النار علي إنه كان في شجرة فوقي فقط مش إنه مش إنه بدوش يطلق النار علي وكل مرة كان حدا من الشباب بيحاول يقرب كان جيش الاحتلال بيطلق النار علي علي علينا يعني أنا كنت بشوف بشوف شض أو بشوف هيك إش بيضرب بالأرض يعني واضح إنه الرصاص بيجي من فوق من مكان مرتفع آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� اللي ظهرنا إله إله ساحة من الجنب وصحيت واقف فيجى من ورانا إجى سحبني أنا أخذني سحبني وبعدها مشى شوي شوي سحب شرين وصل لمنطق قدرنا أنه نسحبها فيها ونقل لها بمركبة خاصة على المستشفى يعني لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما